وانشان بس ماتش الاهل النهاردة انتهى وطبعا انتهى بالتعادل السلبة 0-0 بفكر حضراتكم من مبارات تانية ان شاء الله هكون يوم 26 ابريل ساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة ان شاء الله الحضور الجامعية هيكون كبير ان شاء الله 50 الف متفرج انا متأكد متأكد يعني التشجيع هيبقى يعني نار نار لان بطولة مهمة وبطولة الدوري ابطال مهمة جدا لانه دي الاهل الحقيقة والجمهور اللي دايما يعني بيسعد بيا خلاص تعود عليها وتعود انه يبقى متواجد فيه المبارات النهائية وصعب جدا ما تلاقيش النادي الاهلي بيوصل للمنطقة دي ويخرج من مثلا الدور قبل النهائي او الدور النهائي من غير ما ياخدوا البطولة ففرصة الوصول للمبارات النهائية خلاص في ادينا والوصول للمبارات النهائية ولعبها والحصول على البطولة دي طبعا ان شاء الله قصة تانية هنجهز لها اكيد طبعا بالنسبة ليه فريق النادي الاهلي لهذا النهائي ان شاء الله في حالة وصولنا بأمر اللي طيب نتطمن على كوكا ونتطمن على أكرم توفيق كوكا الحقيقة من العيبة النهاردة عمله موجود كبير هو أكرم توفيق تشكيلة النهاردة تعادلت شوية يعني الكل اللي بيطابع النادي الآلي في المطشات اللي فاتت في مباراة الزمالك مثلا قالك لا التشكيلة مش تمام مش دي التشكيلة ممكن تكسب النادي الآلي النهاردة التشكيلة تعادلت شوية بوجود كوكا وعمر السلاوي وأكرم توفيق في نص الملعب قفل الدنيا وزبط الدنيا في نص ملعب شوية وإن كان طبعا عملية الاستحواز كانت للفريل آخر ده ما همكش عشان كده بقولك لو كان هدف جيه في الظل الثلاثي اللي موجود في نص ملعب وظل الثلاثي اللي موجود قدام كنت تقدر تجيب هدف واثنين وثلاثة فقط كان بس هدف يجي في المباراة طيب كوكا أكرم طفيل يمكن تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط إن شاء الله كده بسيطة بأمر الله دي بتبقى طبيعي لأي لعيب لأن الاشتراكات هي كرة القدم كده اشتراكات قوية وأكرم ما هم تعرفينه طبعا نوعية اللعيب الرجالة اللي بتخش بقلب ما بهمهاش حاجة لكن إن شاء الله بخير أما كوكا الحقيقة فكاد ما فيه رجبة بأمر الله برضه أمور بسيطة بالنسبة ليه كوكا ويكون موجود في المباراة القدمة طيب بنتيجة النهاردة كولر حقيقة تعرفين طبعا الأرقام هي لغة حلوة الحقيقة بيسعد بيها كل واحد مثلا بيعمل شغله الحقيقة جزيء أحد المدربين والمدربين الفنين التاريخيين بالنسبة ليه النادي الأهلي كان عنده أرقام في دور أبطال إنه هو ما مثلا قعد فترة وعدة مباراة في دور أبطال ما بيتغلبش مع النادي الأهلي كولر عادل هذا الرقم النهاردة بهذه النتيجة وعدم الهزيمة من مازمبي نتكلم إن قدر كولر نوية أو جزيء وصل لتسعتاشر مباراة مع الأهلي بدون هزيم كولر النهاردة برضو وصل لنفس الرقم مع النادي الأهلي وإن كان طبعا كولر حقق 13 فوز و 6 تعدلات جزيء حقق 12 فوز و 7 تعدلات فبالتالي برضو ده رقم يعني جيد بالنسبة ليه كولر ولسه طبعا كولر عنده الفرصة كمان إن هو يعني يكسر رقم جزيء وفي نفس الرقم طبعا عندنا نادي زي نادي الترجي قعد 20 مباراة ما يتغلبش فيه دور الأبطال قادر برضو كولر من خلال اللقاءين اللي جايين كمان يقدر يكسر هذا الرقم بعمر الله إن شاء الله بالنسبة للنادي الأهلي وده طبعا لو عملها يبقى النادي الأهلي أخد البطولة بس عشان يبقى متفقين لو قدر إن هو يكسر رقم الترجي يبقى كده النادي الأهلي أخد بطولة أفرق لكن إن شاء الله ده اللي احنا نتمنىه في المباراة القادمة طيب خبر حلم بالنسبة ليه النادي الأهلي وليه حراسة مرمى النادي الأهلي إن الشناوي خلاص يعني بيقوله هو والجهاز الطبي يعني بيقوله ليه الجهاز الفني واللي قدرت النادي احنا جاهزين أقدر أشترك من المباراة القادمة مكسب؟ آه مكسب بالرغم إن إنتوا شايفين أهو شو بير ما شاء الله ما شاء الله في حالة يعني عالية جدا يعني من مباراة المباراة ليه تقلق في ظل بقى وجود الشناوي الأمور هتبقى منافسة قوية جدا مين هيلعب؟ مين مش هيلعب؟ دي بقى حالة صعبة أو يعني أعتقد هتبقى معضلة بالنسبة ليه كولر فيه مين هيشترك النجم وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر في الفترة اللي فاتت واللي اتعرض لإصابة قوية مع منتخب مصر هيعود هيعمل ايه؟ يعود ويلعب؟ ولا نكمل الفرصة الموجودة لشو بير واللي الحقيقة هو مستغلها بشكل رائع دي برضو بترجع ليه الجهاز الفني والكولر الصراحة يعني بشكل كبير ايه اللي هيعمله؟ الله يكون فعونه الحقيقة لأن الكل حتى وحنا بنتكلم على الزنفوري أو حراسة المرمى في النادي الآلي بشكل عام يعني عنده مجموعة هايلة الحقيقة بالنسبة ليه حراسة المرمى طيب اه حقيقة النادي الآلي كان بفكر في عودة محمد شكل حظه وحش جدا حظه وحش جدا حقيقة اللعب في الإصابة في الرباط الصريفة ممكن إصابته دي يعني ما بحبش أقولها بس هي مفيدة الواحد زي علي معلول لعيب في النادي الآلي منى المنتظر التجديد ليه ومعلول طالب طلبات معينة وهذه الطلبات ممكن إدارة النادي شايفة يعني زيادة شوية زيادة شوية ليه؟ لأن معلول بالنسبة له السن بيكبر ولو النادي الآلي جدد فهيجدد سنة بالإضافة إلى امتيازات ممكن إن هو بعد ما يبطل كورة فيشتغل في النادي الآلي بالإضافة لامتيازات إن هو بقاله فترة الحقيقة في النادي الآلي وحب الجمهير موجود له فصابت الحقيقة محمد شوكري زودت يعني الأسهم بالنسبة ليه معلول بشكل كبير كان ممكن إدارة النادي الآلي تبقى إيه؟ ما هو أنت برضو إيه؟ وإنت بتتفاوض مع العيب عندك بتبص مين اللي عندك حتى يعني مين اللي عندك تقدر تسند عليه لو اللعيب ده التفاوض ممشيش معاه مثلا العيب إنت هترجعه محمد شوكري بيلعب فيه نادي آخر على سبيل الإعار هترجعه في حالة إن معلول مثلا الأمور ما مشيتش معاه فهدلوقتي العيد ده وقع منا ليه بقى ما فاضلش غير مين معلول إن كان طبعا كابتا محمد الخطيب توصل الاتفاق مع معلول إن الحالة المادية أو الجزء المالي هينزل شوية في التعاقد بتاعه من مليون وخمسمائة ألف دولار لمليون ومتين ألف دولار يفضل المليون ومتين ألف دولار وهو ده العقد بتاع معلول أصل ويفضل الشكل التعاقدي بنفس القيمة المالية اللي كان موجود فيه على سبيل بقى إن بقى بعد الانتهاء من كرة القدم يبقى متواجد مع النادي الآله وتقديرا من معلول للنادي الآهلي وجمهيره وتقديرا من النادي الآهلي لمعلول إن يفضله حبايب ومعلول لو هقضي سنة ثم سنة أخرى في حال التجديد يبقى موجود بالشكل التعاقدي ده في النادي الآهلي لكن طبعا منقول المصائب قوم عند قوم فوائدهم فكرة إصابة محمد شكري أكيد طبعا فادت كثير جدا يعني المفاوضات اللي معلول هي أمام النادي الآهلي ده من وجهة نظر أنا الشخصية يعني يعني عشان ما حدش يقول إن ده يعني لأ وجهة نظر شخصية فقط شكرا